اهلا بحضراتكم من جديد في هذه الفقرة المهمة جدا جدا نظرا لأننا إذا وضع استثنائي شديد التعقيد كما أطلق عليها الرئيس التحديات المركبة أمامنا معضلات استراتيجية تحتاج إلى تفكيك أمامنا خوارزميات جديدة تحتاج إلى إعادة قراءة في ظل وضع العالم كله يتحدث على اللايقين الضبابية الشديدة عدم القدرة على قراءة الأحداث الجارية فما بالنا عن المستقبل دعوني أرحب بضيفي الكريم ست اللواء دكتور سمير فرج المفكر استراتيجي دكتور سمير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين بالتأكيد ما يمر به العالم والإقليم هذا الإقليم البائس غير مسبوق على كافة المستويات ومن كافة الزوايا كيف تقرأ المشهد آنيا؟ أعتقد لم ما حصلش في عشرات السنين اللي فاتت إن المنطقة مرت بأزمة طويلة زي اللي إحنا عايشين فيها دايما إحنا كعسكريين نقول من السهل أن تحدد ماذا تبدأ الحرب ولكنك لا تستطيع أن تحدد ماذا ستنتهي صحيح فالأول مرة المنطقة كلها عايشة دخلنا على السنة الثانية نشوف إيه اللي بيحصل الوقتي أول حاجة نشوف أول لوحة لوحة الأولية بتقول لنا إن إسرائيل النهاردة مشتبكة في أربع جبهات في وقت واحد في وقت واحد لا الوحة اللي قابليها أول واحدة حرب أربع جبهات أيوة دي ده العنوان العريضة دكتور سمير العنوان العريضة أربع جبهات أربع جبهات يوم سبع أكتوبر ودخلت على بيت حنون وجباليا وكان هدف إنها تزق الفلسطينيين في التجائي مصر صحيح حماس لكن إحنا بنقول حماس مش هتتدمر هم أضعفوا حماس وحقاه 11 شهر بتقاتل لا فيه إمداد فلوس ولا إمداد زخيرة والأسلاحة وإسرائيل فلوس جاية له الزخيرة كل يوم خط ساخن فلوس وزخيرة وستاخن صغل التالي دخلت على المرحلة التانية والمرحلة التانية على جنوب لبنان لو جينا على جنوب لبنان السورة اللي بعدها برضو عايزين نفهم من السورة اللي بعدها الناس نقول لهم الجنوب اللبناني عشان الناس فيسمع جنوب لبنان لقات السورة التانية جنوب لبنان عندنا أول حاجة الخط الأزرق اللي تحت اللي الناس فيسمع عليه الخط الأزرق الخط الأزرق ده الحدود بين لبنان وبين إسرائيل فوق بقى كده الخط بتاع النهر اللي تاني دول بيتسمى في اللي هنسمعوك في كل مرة جنوب لبنان هي الحتة دي خالص الحتة دي إسرائيل قالت لك أصلا رحلت وجليت 80 ألف شخص اللي هي من القرى في شمال إسرائيل شمال إسرائيل طيب جنوب لبنان دي كانت أصلا بين بيدافع عنها حزب الله طيب نشوف برضو أوضاع حزب الله إيه نلاقي في الصورة التانية حزب الله عنده الفرقة بتاعة عزيز وفرقة نصر وفرقة بدر وطبعا برضو تسلحهم كده زي ما الكتاب بيقول بنقول دايما النسق الأول أو القتال الأمامية التلتين والتلت وراء تمام ده بالنسبة لقوات حزب الله نخش بقى على الصورة التالتة اللي بعد كده أوضاع المستوطنات أوضاع المستوطنات اللي نتانياهو النهاردة بيتحجي نتانياهو مش عايز سلام كل شوية يطلق لك بحجة عشان يقول الكلام في 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان ودي النهاردة إسرائيل في والطا لأنها رحلت الناس دي وفي اتنين وراء فهم 30 مستوطنة قدامنا على خط الحدود خلاص فالنهاردة لبنان أو جنوب لبنان فيها قتال لمين لإسرائيل ضد حزب الله طب هيا أسأل ليه تفتكر نتكلم بقى إحنا كعسكرين دايما نقول أصعب القتال عندنا وقتال للمدن وأنا بسميها دايما المدن مقبرة الجيوش تفتكر تقدر الجيش ياخد القاهرة ولا إسكندرية ولا بروسايد صعبة صحيح المنطقة الثانية الصعبة وهي المنطقة الجبلية حزب الله النهاردة قاعد جنوب لبنان دي منطقة جبلية فعشان كده إسرائيل لن تجدها نزهة رغم أنهم سلاح وإمكانيات وتطولوجيا وبعدين إيه موته طبعا كل القادة بتوحهم من أول حسن نصر الله قيمة الهرم راحت إنما الناس دي حفظة الأرض وحفظة ضروب وحفظة سجول فين وفين القمم وحطة زغيتها فين النهاردة إسرائيل بلها حوالي شهر ونصب تقاتل خدت أمطار وبتعمل إيه بيسموها الضيعة أو القرية بالكامل وتخش وترجع تاني فبقول لكم دلوقتي إسرائيل لن تجد جنوب لبنان نزهة سهلة ليس نزهة أبدا أبدا رغم إيه موتنا وقتلنا لا حزب الله حيقاتل وحتشوف الفترة اللي جاية وحتبقى منطقة صعبة يعني من حرب الأنفاق في غزة إلى حرب القرى في جنوب لبنان وخب بالك أن حزب الله عنده أنفاق أحسن من اللي في غزة اللي في حماس لأنه عمل حاجة أكتر أرض كانت مساعدة ومعركة جبلية ومعركة جبلية وبعد الأرض بتاعته يعني حماس بتشغل وهما كان إسرائيل الحتة قد كده لكن هنا شغالة فهنا حتقاتل إسرائيل قتال صعب خلال الفترة نيجي بقى المرحلة الثالثة دخلت إسرائيل وهي فين في إيران 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 زي ما احنا شايفين موجودة طب إيه اللي حصل بقى في إيران إن إسرائيل قامت بتصفيد الرؤساء بتوع إيران القادر أول حاجة إحنا فاكرين إن إسرائيل ضربت المبنى بتاع الأنصلية الإيرانية في دمشق في دمشق وبالتالي دي كانت البداية دي كانت البداية خلاص فأنت طبعا لازم إيران ترد لازم ترد خفظ ماء الوجه آه فبالتالي وعدين حصل اغتيال بتاع إسماعيل هنية وحسن نصر الله وكانت إسرائيل إيران متحفزة في الرد طبعا أنا هنا عايزة أسأل سؤال إيران ليه متحفزة إيران بقالها 18 سنة محاصرة محاصرة عشان إيه عايزة تعمل نووي سلاح نووي فالنهاردة كل أمريكا ودول العالم أوروبي كلهم عاملين حصر الاقتصادي أموالهم اللي في الخارج مجمدة 150 مليار مجمدين ده كان فيه خمس مساجين أمريكان من شهرين عند إيران عشان تفرج عنهم أمريكا أفرجت عن 5 مليار موجودين شفت قدي فالناس تعبنوا مستحملة لأنها عايزة إيه النووي خلاص إمتى إيران هتاخد نووي المفروض بداية السنة الجاية 2025 هيبقى عندها خمس قنابل نووية فإيران سلاح نووي أيوة قنابل نووية قنابل خمس قنابل في بداية العقل طبعا السي آي إيه وليام بيرنز الإسبوع اللي فات قال ده هي قادرة في إسبوعين تطبع في إسبوعين صحيح أنت طبعا طبعا لا التخطيط يعني أول من نظمة الدولية قالت 2025 حيبقى عند إيران خمس قنابل نووية فهي إيران مستحملة كل 18 شنة الشعب الإيراني تعبان اقتصاديا تعبان جدا اقتصاديا جدا ومستحملين عشان كده إيران راحت بعد ما الناس ده طبعا والشارع الليازم يهدى الإيراني راحت اللوحة اللي جاية راحت ضربة إسرائيل بمئتين سروخ اللي قدامنا هون طبعا النتيجة كانت وانا طلعت في كذا قناة ثانية المئتين سروخ أعواروا مين بنت بداوية في صراح النقل لأن يقال أن بعض السواريخ كان الرأس الهد فيها طول لأنه مش عايزة تصير إسرائيل ولكن شعبها بتعملوا إيه وإحنا عندنا السواريخ فده نوع من تهديئة الرأي العام الداخلي وحفظ ماء الواجه مع وعدم إسارة مين إسرائيل اللي إن كان ممكن عندها صواريخ فرط صوتية فعشان كده وإيران كانت الأول مرة في المرة دي تستخدم الصواريخ الفرط صوتية عايزين نشرح للناس برضو ايه الصواريخ الفرط صوتية نشوف اللوحة التانية الصاروخ الفرط صوتي بيطلع من مكانه وبعدين يعد الغلاف الجوي اللي إحنا شايفينه ده أيوة ويطلع في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي مفيش جاذبية بزرور الصاروخ بيندفع وبيطلع بيسافر فأنت قدامك إنك أنت تضربه في الغلاف الجوي وهو طالع أو وهو نازل فوق الهدل طب هو لو اتضرب من اليمن مين اللي يقدر يضربه هناك الكام غواصة وكام مدمرة فمبلحقش يطلع لحد إسرائيل ولما بيجي فوق الهدف بينزل بسرعة تسح ماخ ما بترحقوش لا القبة الحددية ولا نظام يصعب استياده استياده فعشان كده من هنا الصواريخ البلستية والفرط الصوتية بتعتبر النهاردة سلاح جديد مؤثر في عمال القتال غير الصواريخ الكروز والحاجات وغير الكروز طبعا في الفترة دي برشيكان قال لك ان انا مش عايز اعمل حرب اقليمية وفهمنا ليه لان النهاردة لو الموضوع تصعد اسرائيل لو ضربت المفاعلات النووية بتاعت ايران عارض ايران الى العصور الحجرية الى العصور التالية وتعال سنتين لتلاتة دي مهم انا عايز الناس تفهمها فبالتالي كنا عارضنا ثلاث أسابيع مستنيين الرد الاسرائيلي على ايران ايه كان فيه اتنين اوبشن او اتنين سيناريو السيناريو الاولين تضرب مراكز قيادة شوية مصانع تجمعات مخازن زخيرة والرد التاني او السيناريو التاني انها تضرب اللي هو ايه المفاعلة النووية ايران بقى لها 18 سنة قاعدة بتخزن عشان تعمل اول منشآت البترولية اول منشآت البترولية ليه اتنين خلاص لان طبعا لو اتضرب منشآت البترولية سيناريو البترول في السم البترول في السم امريكا هتعي وبذلك الصورة التانية جاء اخونا بلينكين الاسبوع اللي فات وزاره فين المنطقة المنطقة لا زار اسرائيل والسعودية لانه كان جايبه مهمة واضحة يا ايران من فضلك ما تضربوش النومي بتاع يا اسرائيل ما تضربوش النومي ولا المنشآت البترولية تمام هنا بنا عايز اقول حالي حبيبك الكنوات الاسلامية يقولك شايفين ده جيه مزارش مصر المرادي اصل مصر فقدت يا جماعة ده جايبه مهمة واضحة جايب رسالة وهمة وقرار بقرار يا اسرائيل ما تضربوش لا النومي ولا المنشآت البترولية والمرة الوحيدة شوف سنة وشهر المرة الوحيدة اللي اسرائيل تستجيب استجيبت للأرض الامريكي للموضوع كان حيبقى صعب وانا هقولي دلوقتي الناس تبعارفة ايه اللي كان بيحصل يا جماعة لا كان حتحصل مشكلة وبالتالي ايران اسرائيل اتزبت وشوفنا اللوحة التانية اسرائيل هجمت على ايران هجوم هجوم الفجريوم ستة عشرين نشوف اللوحة التانية بتقول لنا ايه انا كل ده بجيب من وكراته الانباء عشان انا مش عايز انا حلل بس هنقوله بيقوله ايه اسرائيل هجمت تلات مجاب هدف هجمت عشرين هدف بلا اضرار محدودة التلات مجاب ليه برضو نشرح الموجة الاولانية بتطلع التيارات عشان بيسمو تنظيف المجال الجوي انا حاجم من هنا اواز اضرب الرادارات الدفاع الجوي تدخل القوة الموجة التانية والتالتة نضيفة واضحة مفهوم فاذا اول موجة كانت ضرب الرادارات وسائل الدفاع الجوي اسمه تنظيف المجال تخش الدربة التانية والتالتة تدرب وترجع تدرب تمام هم طبعا كانت نشوف اللوحة التانية تفاصيل الدربة تفاصيل الدربة الهجوم استمر اربع ساعات تنفذ على ثلاث مراحل قلنا الموجة الاولى وبعد الثانية والتالتة كانت كورة رئيسية ضربوا عشرين موقع محددين سلسة محددين عشرين موقع النتائج ضربوا البنية التحتية ست منشآت عسكرية مستودعات زخيرة الاماكن تهران قزستان عيلام اسفهار هنا بقى وقفة لاول مرة تهران العاصمة الايرانية تتضرب من التمانينات ايام صدام من سؤال الحرب العلاقية الايرانية اه واضح ده متغير جديد متغير جديد ودي كانت رسالة من اسرائيل انا مش هضرب النووي بس انا العاصمة بتاعتك هتتضرب انا هاجرح السيادة بتاعتك السيادة بتاعتك شوفت يعني فيه ساعات بتبقى ممكن يكون ضرب وغدف اي كلام جواه تهران بس انا اوصل انا وصلت العاصمة والفرد الايراني اللي العاصمة بتتضرب تخلى قدر القاهرة التفاهم ازاي فكانت رسالة الى ايران اننا قادرون على الوصول انا قادر اوصل للعاصمة بتاعتك طبعا ردود الافعال بقى ردود الافعال ان ايران اعترضت 30% من السواريخ اسرائيل نجحنا بشكل اهم حاجة ان امريكا لم تكن طرفها وزير الخارجية ايران الامبارحة قال انه نوعا ما شاركت نوعا ما لا انا بقول لك كل الوكالات الانباء والكلام اللي احنا جمعها امريكا لم تكن امريكا كانت جاهزة امتى لو كانت ايران رد عنيف كان فيه البطرات الثادج جديدة الامريكاني تدافع عن اسرائيل هنا برضو لازم نقول حاجة ما حدش خد بالو هنا التيران الاسرائيلي داخل عد على مين سوريا والعلاق واضح صحيح واضح جدا عشان نبقى عارفين قلت سوريا ده معنى ايه يا دكتور معنى الدلالة الدلالة ان السماوات مفتوحة قدام اسرائيل ودغرت اكبر دولتين عربيتين كل واحد اقول لك انا مش حاسم الملعب مفتوح يا دكتور باللغة الكورة باللغة بالضبط ملعب مفتوح وانا دخل برضو دي رسائل اعملتها اسرائيل لايران والمنطقة واضح انها عدت على الدولتين وده بيأكد كلام نتنياهو في الولايات المتحدة الامريكية لما قال احنا قدنا قادرة على الوصول في الشرق الاوسط لاماكن كثيرة جدا وفيش حاجة بيدي علينا اه بس في حطر ما يقدرش احنا طبعا ما يدعتب واحنا الدليل رسائلنا المباشرة اه اه احنا ما يقدرش ولذلك اللي حصل للفترة اللي فاتت لما مصر عملت ثلاث حاجات معرفش الناس خدت بالها ولا تفتيش الحرب قبل اول حاجة رئيس الاركان طلع على الخط الامامي بالزبط فرفح وشاف العساكر من النقطة صفر ايه طبعا طبعا عشان يطمن شعب مصر ولاني من يهموا الامر قواتنا على الخط الامامي بس وصلت رسالة وصول الفريق احمد خليفة على النقطة صفر وصلت الرسالة النقطة صفر ده واحد تاني يوم بعد يومين ثلاثة كلية حربية تخارب كلية حربية شفت التخارب كان رائحا حقيقة انا كنت وانا ضربت جيس بقى وبقالي كم سنة كنت فخور في حالة فخر حقيقة وشايف ولادنا شباب المستقبل ده اللي هيحمي مصر اللي جاية مش احنا انا خلاص تدريب وجاهزية تدريب وجاهزية تدريب وجاهزية وشوف سلاحة انضباط لا 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 كان من اروع الحفلات في تاريخ الكليل الحربية من ايام ما محمد علي عملها في اسوان صحيح حقيقة اروع حاجة وبعيش خد بالك النهاردة كل خارجي كلية الحربية المصرية حاصلين على شهادات جامعية الدفاع الجوي علم سياسية ولا الدفاع الجوي مهندس الاشارة مهندس انت النهاردة عندك امر صناعي عسكري انت الدولة الوحيدة في المنطقة اللي معاك امر صناعي زابط الاشارة ازا زي زمن هلو اشارة لك حول ما عطش في كلام ده تشغل مع امر صناعي اذا نعايز مهندس الجند بتاع صلاحة الاشارة مهندس الجند بتاع طاقم الدبابة الام وان اي وان الامريكاني مهندس الحاجة التالتة بقى الفرقة السادسة ايوا ده كان عرض الفرقة السادسة الفرقة المضرعة جماعة في اي دولة غول غول احنا زمان كان عندنا الفرقة الرابعة الوحيدة النهاردة عدد من الفرقة المضرعة غول وبعدين المكان بقى فين جيش التاني ليه قدامه ايه قدامه رفع وغزع طبعا يعني ما كان يعملها في الجيش التالت كان يعملها في القيارة ما فيه فرقة مدرعة ده رسالة بليغة يا دكتور رسالة واضحة الكلام ده كله بتحيص ببراها نشأة ما بيتسبش كده ده العرض بتاع الفرقة مدرعة ده انا واثق ان في كل حيطة معينة قاعد يدرسوا ربعوه الله ده ده فيه ليه والسواريخ موجود ودايما تفتيش الحرب معناه ان كل وحدة من دول طالعة تقاتل بعدها بساعة بعد ما تبور الاستفاف ده خلص بيبدأ بقى التفتيش تخش اللي هو المدرعة خد مهمة واطلع قاعد كاتب اللي السواريخ اطلع قاعد كاتب المجزفات المضادة الدبابة اطلع كل دي بتاخد مهام فالنهاردة التفتيش ده كان رسالة لمصر بنطمنكم عندكم بالخارج بنحذركم وفي الخارج او اتقرم اللي بتسميها الردع الردع في ايجابي وردع معناولي الردع الايجابي تترانس زي ما يسموها بره الردع الايجابي امتى لما استوشد او قتلوا عشرين مصري في ليبيا بالليل كانوا مضربين والصبح التلات معسكرات اتشالوا من الوجود فحد قرب لعسكري لمصر في ليبيا بعد كده لا اللي حصل في التلات يام اللي فاتوا دول التلات مرات الى من يهموا الامر ده ردع معناوي اوعد قرب لمصر رسالة مشجلة بعد كده طلعت كلام بقى ان اسرائيل اتقال ان السورة التانية اسرائيل وضحت لايران مسبقا انها هتهاجم انا اهدار بتميل الى تصديق هذه الروايات انا هميل للنص ان اسرائيل بلغت من خلال دولة تانية هندرب النهاردة يعني حقولك حاجة المرة الاولانية لما اسرائيل ضربت في حد بلغ مصر هنا خلي بالكو اسرائيل هتدرب النهاردة الاستعكد وفي ناس بقى لغت لكن يقول له حضرة بقى انا اهداف لا مستحيل اشك فيها تمام طيب ايران بتقولك ان انظمة الدفاع الجوي تنجحت للصد اه وانا بقول لا اعتقد ان الكلام ده صح ولكن ده كلام بروباجندا ايراني ايراني تمام تعال نشوف اللوحة التانية برضو عشان الناس تصدق دي المواقع النووية اللي موجودة في ايران المواقع دي معروفة ومحطوطة ولكن ايران في السنين اللي فاتت كان متوقعا ان اسرائيل هتدربها انا عايز اتسأل سؤال من العدو الرئيسي النهاردة لاسرائيل في المنطقة ايران ايران وليست مصر خلاص لان ايران لو دخلت الناد النووي هتبقى مشكلة لاسرائيل فعشان كده المواقع معلش دكتور سامير انا اسف هو العدو الحقيقي لاسرائيل ايران دلوقتي عشان النووي دلوقتي النهاردة طيب ماذا لو سؤال افتراضي ماذا لو قارت اسرائيل على حماس على ايران وقلمت اظافرها النووي هل يمكن ان تتاجه عيونها نحو مصر خاصها في الداخل الاسرائيلي بيكلموا على الف في المية ها بيكلموا انك ليه مصر بتسلح نفسها الف في المية طبعا هو الف المية احنا بنتكلم دايما مراحل في القوات المسلحة ها فاي جيش مانيش ضعب المرحلة الراهنة العدو الرئيسي لإسرائيل ايران عشان ما تبقاش ناوي عدو مرحلي مرحلي لكن العدو الرئيسي على التاريخ مستقبلا مصر الى ان تقوم دالة فلسطينية بالزبط تمام بص الصورة التانية تقول لك ده ده من الردارات ان المنطقة كانت فاضية ساعة الضربة اذا ده بيؤيد الكلام اللي انا قلته اه انه انه كان هناك المعلومة انا حضرب شفت شفت التاريخ بكلف فين والمنطقة كلها فاضية فاضية فاذا ده المنطقة اللي هيتم هيتم فيها الضربة يا جماعة عشان التاريخ مدنية تبعد ما لو كان تاريخ وقعت وفيها مئة وخمسين راكل العالم كله كتباها خاصة انا بميل ايه قلنا حندرب لكن فين لا مش انا قلتلك كده مزبوط قلتلك اه في معلومة وصلت لان ايران حندرب فايران وقفت ومصر وبتاعلق له طائرات ابعدوا يا جماعة حندرب الدربة دي دلوقتي تمام طيب امريكا ايه موقفها دلوقتي خلاص ناس تسأل امريكا ايه يا جماعة تعمل ايه صورة تانية اشوف المنظر مجلة بولوتيك الامريكية الفترة دي بيسموها في امريكا اللين بطل عرجاء البطل عرجاء اعتقد سمعت عنها عبلي كده طبعا وما حطين ادي مبنى الكابيتول والبطل وعملها طرف صناعي ليه لان في الفترة دي اي رئيس امريكي في داخل الانتخابات بيخاف على الحرف والكلمة يعني الست اللي داخل الانتخابات في مرة قالت بس ايه انا احنا من دعم امن الاسرائيل ولكن انا متعطف ما اللي بيحصل في الشعب الفلسطيني طبعا ده ترامب تانيوم قال كاملة هارس دي مش عايز امريكي يهودي اديها صوت وربما تكلفها المنصب بالزبط فطبع بس هي كانت عايزة تكسب من العرب المسلمين فحتة دي صعبة فالفتت البرغ البطل عرجاء بالزبط بيتبقى فيها كل واحد وما فيش قرار بيطلع من امريكا صحيح كله خايف قرار يأسر على التاني طبعا عشان كده امريكا قالت ايه الرد بتاع اسرائيل كان متناسب مع طلبنا اللي طلب مين امريكا امريكا قالت له ما تخشش وما تضربش النووي ولا المنشئات البترولية والبط اللي ابيت اعلن لم يشارك وانا فعلا بقى اؤيد هذا الكلام انه لم يشارك طيب احنا كنا خايفين ليه الناس برضو عايزيني فاهم الناس اه السنوريوهات الماضية اللي كانت موجودة اذي المواقع الايرانية المواقع النووية على فكرة المواقع دي ايران في السننتين اللي فاتوا دخلوها الجبال وعشان خفوها خفوها لا عشان الجبال صعوبة انك تضربها طبعا وامريكا ديتهم القنابل الجديدة اللي تخش في الجبال لإسرائيل لإسرائيل طيب لو كانت اسرائيل ضربت المواقع النووية لازم خلاص خلاص ايران حترد حترد اول حاجة على ايه اول حاجة حقول الغاز اللي موجودة في البحر بطاس بتاعة اسرائيل عارف لو كانوا دولوا تدربوا اسرائيل حتضل طبعا واحد يقول لكم دعلم يعني اه حتضل اسرائيل عايشة النهاردة على الغاز بتاع ايه التلات حقول تونسان اه اه ليفتان وطمرة والكريش اللي خدتهم من لبنان في البلد كريش ده مش بتاعها طبعا لا مش نزاعها هو بتاعهم في البلدك رقم 9 خدتهم منهم التلات حقول دول هما اللي بيدوا اسرائيل الغاز بتاعها اللي بتتغل به وبتصدر عن طريق مصر مفهوم دول لو راحوا هتجيب غاز منين الغاز عشان يجي لها من بره بيبقى مسال ال اني جي ليكويد ناشرال جاز صحيح ما عندهمش هنا محطات اسالة ومصر تاخد الاسالة تعمله وتدي لي القنابيب فعش كده اقول لك كانت حضر لب اسرائيل او بالما تشتري غاز وجيبوا لمصر ما عندهش محطات اسالة احنا مش بنقلب احنا بنحلل بناء على ايه مواقع قرفتك هتبقى المشكلة التانية ايه صحيح الحاجة التالتة اسرائيل هتضرب ايه المفعل النوي انت مش ضربت النويات هضربنا كمان دايمونك كمان هنعمل ودايمونك وحصل في انفجار الاشعاع هيروح فين هينشر مش علينا لان احنا دايما الرياح بتاعتنا كليها جاية من ناحية السلوم ومن ناحية اسكندرية وتوصل لمصر عكس مسار الرياح فعشان بس الناس ما تقلقش كان حيخش على فوق كل الكلام دا كان مشكلة خلاص النهاردة ايه اللي جاي بقى ايه اللي جاي اولا انا طبعا اللوحة التانية ان ايران هتقوم بضربة برد مناسب هترد دا هما قالوا كده اه بسشكان اللي هو الرئيس الايران الجديد اه انا بقولك مش هترد مش هترد خالص انما دي بقى للشعب وللشغل احنا في الحرب دي حرب على الارض دبابات ومن وفي الحرب الاعلامية هي الاهم دي الاهم فالنهاردة بقول انا هترد وانا بقولك مش هيدرب خلاص مش هيدرب ايران ما صدقت الليلة دي عدت على خير وان انها ما تضربت لاش ايه انها وهد اسرائيل قلت لك انا انا كمان هترد فادا كلها حرب اعلامية عشان بقى في مسارات بقى رحي جايين اه اه عرب اعلامية اه جديد بقى في الموضوع ننسبة رئيس مبارح اعلن عن مبادرة مصري مبادرة هنا بقى عايزين نقول بالراحة كده بقى من غير لوحات نتكلم مع بعض مصري جات من اسبوع وقالت البنية بتقطع مع الشعب الفلسطيني وراحت بعث الاسرائيل عايزين نعمل وقفة لقنار ليه عشان ندخل المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في غزة لو كانت اسرائيل مش عايزة مكتش بعتت فبعتت رئيس البوساد والشباك صحيح نتانياو بعت اذا انت بتديك اخد دو اخدر انك ايه كمل لك رغبة اه زمان كان مش عايز كده اه فبالتالي جم ومن هنا سبت رئيس قال ايه ان انا اعلن المبادرة بتاعتي والهم برح في حضور رئيس وقال في حضور ونحطت الصورة في حضور الرئيس الجزائري الجزائري معلش يا دكتور سامير دلوقتي حالا حالا دلوقتي الرئيس الامريكي بايدن قال ان فريق بيتواصل مع الجانب المصري بشأن المقترح مضيفا سأتابع الامر الان مع المصريين دلوقتي طيب هنا بقى عايزين نحلل بالراحة نتانياو من صلحه لأول مرة يعمل وقفة لقنر يعني شو برضو لازم يا جماعين بقوا عارفين رب الله يا دكتور سامير لا معلش برضو أستنتك لك لا اني برضو الشطارة انك اخترت التوقيت هذا التوقيت وتقول ايه انا عايز اعمل وقفة دلوقتي اللي كل الاطراف منهكة ومنتظرة هذه المبادرة اولا ليه نتانياو وافر ما بقاله سأنا مش عايز يوافر ده رئيس امريكا يا راجل عرض ضغط عليه مبادرة ومنفسي شمعنا المرة دي ما دي بقى التحليل المصري نعم لا واحد نتانياو حقق ضربات كتيرة لما قتل دا وتخلص ده صح صحيح عنده مشكلة في الشرع الاسرائيلي مين الرهائن فالنهار ده عايز يكمل الانتصارات بتاعته ويطلع مين صحيح الرهائن صح عنده حاجة تانية ما حاجة ألهم انا اول مرة اقولها لك وتحليل عنده جثة السنوار اه ده اكتر اكتر تعال بقى عتطلع كام واحد قدام لا وطلعولي كذا رهينة صيد سمين اه طبعا دي حاجة جديدة ما حاجة ألها طب الحاجة التانية نتانياو مبارح او ما سامع دي اه لأ لأ وبعد النهار ده قلقاه طب ايه اللي شككوا نتانياو عنده مشكلة كبيرة بيقولوا ميت ميت رهينة او مية وخمسة ايا كان خلاص هو مش دا من الرهائن دي كلها حياء احياء ولا ميت صحيح دا انا بقولك او من دلوقتي دا تحليلي دا مش معلومة اه الرهائن دي نصها ميت اكتر من نصها دكتور ميت صحيح بيت بمين من الاسرائيليين هم اللي ضربوهم هم اللي ضربوهم فالنهار دا نتانياو افرد بكري قال انا عايز خمسين مش هيطلع خمسين ما قبل كيكري عايزين 18 ما دورش بمعوم ايا كان انت فاهم هتلاقي هنا الشعب الاسرائيلي حيفق له الله دا جو بايدن كان من شهر خمسة كان عامل ببادرة انت ما وفقتش اذا انت اللي ما قودت الناس دول فالنهار دا نتانياو عنده مشكلة كبيرة لازم يطلع الرهائن والرهائن لو طلعوا مش هيلاقي نصهم حي اتقتلوا فهتلاقي النهار دا عنده مشكلة مع الجانب الاسرائيلي مع الشعب الاسرائيلي مع الشعب الاسرائيلي الاسر لان النهار دا هم دوروا عامل المشكلة فممكن الحكومة تسقط عشان كده النهار دا نتانياو فيه ازمة وانا بقول لك اهو انا عارب تحليل طبعا نتانياو فيه ازمة ان الحكومة قد تسقط لان اذا طلعوا الناس دي وبعدين النهار دا اسرائيل بتقول لك الاتي بتقول لك انا انا ممكن عايز افاوض الناس طبعا هل اسرائيل هتوقف الزر وهي عالازم تكمل حزب الله دا هي نقول ايه جت لها ليلة القادر فرصة وقت لها ان هي بتخلص حزب الله في ظل الارتباك التنظيمي اه واخد بالك ان حزب الله هو اقوى منظمة غير دولية يعني الدولة في العالم لعندها سلاح صحيح الاف السواريخ الاف فحتى نفسها ان العملية تزيد فيستهلك كل اللي عنده خليبا دا تحليل وهو ما منك بيحللوا كده هل حيوقف دلوقتي عشان يطلع رهائن هل الرهائن ممكن ما تطلعش ويبقى نصهم ماتوا ويبدأ يتحطوا قدام المجتمع الاسرائيلي ما انت كان قدامك من خمس تشور ويطلعوا كانوا احياء ولا عايز يخلص على بقية حزب الله وهل انه هو حيفض الجنوب الاسرائيلي لبنان كل دي حطه ايه اللي حيحكمنا الفترة اللي جاية واحد انه ينفذ المقترح المصري انه هو يعمل ايه انه يعمل وقف هدنة لمدة كذا يوم ندخل احنا ده كان هدف مصر دخل مساعدات للناس واستكشاف الاطراف مصر عملت لا مصر عملت حاجات كتيرة ساذ ناشئة واحد احنا عاملين ما اتنين معسكر كل معسكر بربع مليون شخص واحدة في رفح واحدة في خانيونس عاملوا الهلال اللحب للمصري اتنين الجيش عامل ثلاث مخابس مدنية في رفح المصرية بيطلع كل يوم تلت مليون رغيف للشعب الفلسطيني تلاتة الجيش عامل محطتين تحليت مية واحدة بتقدم لرفح واحدة بتقدم لخانيونس الجيش عامل ساتيلايت عشان اسرائيل قفلت عليهم الموبايل ده اللي عملته مصر مصر عندها الف فلسطيني بيتعالجوا كل واحد معاه يا اتنين يا تلاتة ام وابوه اخته ده مصر عامل الكلام ده مصر اسقاطت مساعدات فاذا فاذا ما حدش يزايد علي مصر انا بتدايق انت فاهم زي ما هتقالي الاسبوع اللي فات ده يعني بلينكينج جي مصر جي المنطقة المرة الحد 10 مجالس مصر ما العشر مرات جي مصر انما المرة ده هو جاي لهدف محدد فمش عايزين حد يزايد علي مصر مصر اكتر ناس الباع الفلسطيني واحنا اكتر ناس ساعدنا الفلسطيني هو مين اكتر دولة متضررة في المنطقة مصر النهار ده عندك قناة سويس ستة مليار خسرناهم في ستة شفر ده احنا نشأت بروح للبنك الدولي ناخد منه تلاتة مليار وحنسددهم بارباة خسرنا ضعف الكلام ده في قناة سويس ستة مليون من من الحي راحوا السياحة اخبارها النهار ده في مصر مضروبة بسبب حد حييجي وشايف الحرب استثمار والاستثمار فانت اكتر واحد خسران واكتر واحد بالدحة بالاضافة الي كمان يا دكتور التسعة مليون اللي جولي تكلفة دي بالزبط فانت اكتر واحد شايد فمش عايزين حد يزايد واحد اتنين الجيش المصري فين انا عارف ان احنا لا خلينا اطلع فاصل وارجع تاني لازم اختب معك في حاجة مهمة جديدة حد فضل فاصل اعلاني ثم نعود ابقوا معنا اهلا بحضراتكم من جديد دكتور سمير بعد هذا العرض الشامل الوافي الذي يدعو فعلا الى التفكير ما هو المطلوب من الشعب المصري اللي دائما الرئيس بيتكلم بيقول الجابهة الداخلية عينكو عاجبها الداخلية انتبهوا احذروا مش خيات من بره انا اهم حاجة جابهة الداخلية مطلوب مننا ايه بظل التحديد احنا قلتا طيب العالم النهاردة احنا بنعيش حاجة اسمها حروب جيل الرابع والخامس صحيح ودي انا بديها في الاكاديمية ساعة ونص محاضرة لما نشوف النهاردة كلية الدفاع بتاعت حلف الناتو في بروكسل عاملة ايه المقدمة مقدمة بتاعت المحاضرة دي حروب جيل الرابع والخامس الانترو داكشن بتقول ان الجيش المصري سنة سبعة وستين اتهزم هل مصر سقطت ده هما اللي بيقولوا لا ليه لان هناك شعب وقف رجع الرئيس عبد الناصر وقف مع الجيش اذا الحرب النهاردة ما بقيتش دبابة لدبابة لان في سبعة وستين الجيش المصر نهزم ومصر ما سقطتش طب انا عايزة سقط مصر يعمل ايه اسقط الشعب اللي هو مخك ومخه ومخه الحالة المعنوية تنخفض تنخفض لا تؤمل بالدولة والدولة بيزة الجيش وحيش ايه اللي مش عارفت ده مفصل الدولة تتفاكك فالنهاردة كل اللي يعب على مين على مخ المواطن طول النهار اشاعات اخبار كاذبة يا راجل ده يوم بتاعت اللي قللك ايام الكولرة في اسوان يا جماعة مفيك ده المحافظ مش لا 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 ده تلاقي جابوله وطبعا كل دي شير ويعمل شير وريتويت فبالقول للناس ما نسمعش الاخبار الكاذبة اسمع الاخبار واتأكد من مصادرها الهدف النهاردة يا ناشئة مش في مصر بس فأي دولة عايز سقطها سقط الشعب صحيح هو ده اللي بيشير وخاصة الشباب انا مبارح كنت في الهود الجديد والنهاردة الصبح كل يوم في جامعة ده همنا الشباب وكنت امبرع في نقابة الموانسين يعني انت بتحاول تفاهم الناس ايه اللي بيحصل مع الاعلام مع لقاءة الشباب الشباب النهاردة ما عادش لابيرا جرايد ولا شوف راديو ولا تلفزيون عايش على ايه على سوشيال ميديا اللي هي كلها غلطان النهاردة فيه كتاب اسمها ان هي ان هي كتاب الكترونية بيجي واحد عنده ميت اكاونت محب النادي الاهلي محب النادي الزمالك محب محمد صلاح فنان كله بيروح له وتسمع بقى قسط وفي النص يحط لك السيمة في العصر بالضبط واحنا بنسمع وتسمع الكلام ده قدوم مش هيروت صاحبك يا عم اعرف فارجوكو يا مصريين نخلي بالنا احنا الفترة فترة صعبة لم تحدث في التاريخ ان الاربع جاهات اصعب من فترة ما بعد سبعة وستين بالضبط اسوأ صحيح فعشان كده لازم نخلي بالنا انا مصر مصر كبيرة علينا واحنا شعب عظيم والله مش بالكلام فلازم نخاف على بلدنا ما نسمعش الاشعاعات نشوف المكان المزبوط عشان نعدي هزي الازمة ان شاء الله ساتلواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجية رفتيني واسعد تيني وقفتيني شكرا شكرا شهد الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا بلونتم في امل الله شكرا